في سابقة تعد من النوادر في الجزائر بدأ قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بالبوليدة في سماع خمسة ضباط برتبة لواء وضابط برتبة عقيد تم إنهاء مهامهم مؤخرا بعد دراسة ملفاتهم المتعلقة بتهم فساد وتحقق المحكمة العسكرية مع كل من القائد السابق للدرك الوطني والمتهم بتسهيل فرار مجرم مصنف بالخطير وتهم النصب والاحتيال ومدير المصالح المالية سابقا بوزارة الدفاع والمتابع بتهمة سوء استغلال المنصب وصفقات ومشاريع كبرى دون سند قانوني بالإضافة إلى قادة النواحي الأولى والثانية والرابعة عن تهم تتعلق بسوء تسيير قطاعاتهم وتلقي مزايا غير قانونية في حال التأكد من إدانة هؤلاء القادة السابقين سيتم توجيه الاتهام لهم ثم بدء المحكمات العسكرية بحقهم علما بأنه لم يحاكم أي عسكريين برتبة لواء في المحاكم العسكرية الجزائرية منذ الاستقلال إلا في حالة واحدة وهي حالة المسؤول السابق لإدارة مكافحة التجسس